وعن استمرار تهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق باب المندب ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي أهلنا بك سيد توفيق معنا في البداية وبعد استهدافها المستمر للموانئ والملاحة ما الذي يعنيه وجود ميليشيا الحوثي على منافذ بحرية مهمة في البحر الأحمر والخليج العربي تفضل في البداية شكرا لكم على الاستضافة ولتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم والحساس يبدو أن المجتمع الدولي لم يكن مدرك لأهمية اليمن بشكل عام عندما تركت اليمن لتدخل في الفوضى وغضى الطرف عن استيلاء جماعة الحوثي وهي جماعة مسلحة أتت من القبال تحمل فكر استعلاء ترى نفسها أنها لاحقية بالحكم وبالتالي لم يسمع هذا المجتمع لنداء اليمنيين الذين حذروا المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي كان هناك مسكر العصى من الوسط ومحاولة عرض أن النزاع في اليمن هو صراع سياسي ليس إلا حتى وصلنا إلى هذه النقطة اليوم نحن أمام مفترق طرق هذه الجماعة بعد أن رفضت التوقيع على الهدنة التي قدمها المجتمع الدولي برغم أن اليمنيين يدركوا أن الهدنة تستفيد منها جماعة الحوثي أكثر ما تستفيد منها الحكومة الشرعية لكن رفضها توقيع الهدنة ثم الذهاب في قصف الموانئ والمنشات هذا يعني أن طرق التجارة الدولية أصبحت في مرمى الخطر أنت أمام ميليشيا لا يمكن أن تحتكم لا إلى مواثيق دولية ولا إلى عراف دبلوماسية هي اليوم تسعى للبحث عن اعتراف وبالتالي تسعى إلى لفت الانتباه لنفسها سواء هذا لفت الانتباه ولو على حساب الأمن القومي الإقليمي أو الأمن القومي الدولي وبالتالي هذا اليوم المجتمع الدولي بحاجة لمراقعة شاملة لحساباته في هذه المنطقة إذا كان وجود ميليشيا الحوثي على شريط ساحل طويل مثل البحر الأحمر باعتقادك هل ترى أن اتفاق ستوك هول مرسخ ذلك الوجود ووفر الحماية لميليشيا الحوثي ومن ثم ترصيخ فعلها الإرهابي في الخليج السياسة للأسف الشديدة الدولية منذ البداية سواء الأمريكية أو غيرها ساهمت بصورة أو بأخرى حتى الأممية وقعلت جماعة الحوثي تدرك تماما أنها أصبحت بعيدة عن العصاء الدولية وأنها أصبحت رقم لا يمكن كسره خاصة وأنها رأت أنها كلما زاد خطرها ونفوذها وقوتها تقرب منها المجتمع الدولي يعني بعد قصفها لمنشآت المملكة العربية السعودية الاقتصادية والحيوية رأينا تقارب المملكة معها وعندما رأينا تعنتها ورفضها للاتفاق 22-16 رأينا المجتمع يعطيها ستوك هول ويعطيها أمان كامل في استفاقية ستوك هول خاصة وأن القوات الحكومية كانت على أبواب الحديدة الشرايان الاقتصادي الرئيسي الذي تتحرك منه جماعة الحوث المجتمع الدولي ارتكب أخطاء فادحة في تعامله مع الملف اليمني وأنا باعتقاد أيضا ضعف الحكومة الشرعية ساهم في هذا الاتجاه حتى الآن نتمنى أن المجتمع الدولي يدرك أهمية اليمن ليس لليمنين وإنما للمجتمع بأكمله سيد توفيق الخارجية اليمنية قالت أنها تسعى إلى إعادة إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الأمريكية السؤال هنا برأيك يعني إلى أي مدى أدى رفع ميليشيا الحوثي عن قوائم أو من قوائم الإرهاب إلى ما وصل إليه أمن الملاحة في عموم الخليج العربي أنا كما قلت لك التعاون المرن والدلال الدبلوماسي مع هذه الجماعة أوصلها إلى هذه القوة اليوم لا يمكن أن ننكر أن جماعة الحوثي أصبحت قوة عسكرية في هذه المنطقة لكن أيضا قوات تهدد ليس فقط اليمنين وإنما تهدد أمن الملاحة الدولية بعد أن صنفها الحزب الجمهوري بقيادة ترامب كجماعة رهابية قال الديمقراطيون بقيادة بيدهم رفعوا هذا التصنيف بحقق القانب الإنساني وبعد ذلك بدأت الهجوم الكبير على محافظة مأريب وقصف المخيمات إلى غير ذلك الذي أريد أن أقوله اليوم أن جماعة الحوثي تدرك تماما أن المجتمع الدولي في هذه اللحظة عاجز تماما على أن يتدخل في الشأن اليمني وبالتالي هي ترفض اليوم كل المبادرات وترفض اليوم كل الأياد التي تمتد إليها بل وتلوح بالعصى اليوم القصف بالطيران الذي على الموانئ اليمنية في تابع الحكومة الشرعية في جنوب اليمن هو نوع من التحدي الواضح صحيح أنهم يقولون حماية الثروة اليمنية ضد وجود أقنبي لكن في النهاية نحن ندرك أنه لا أصيل في الحرب اليمنية الجميع أو القرار اليمني في صنعه وفي عدل لم يعد قرارا يمنيا للأسف الشديد سيد توفيقي لأي مدى ترى أن مساعي الخارجية اليمنية سيدعمها أو تدعمها حادثة استهداف ناقلة النفط التي وقعت قبل حوالي أسبوع ألا يعد ذلك إرهابا دوليا يستوجب المواجهة أنا باعتقادي اليمنيون يمتلكون قضية عادلة وعادلة جدا سواء على المستوى السياسي والأخلاقي وعلى مستوى المجتمع الدولي وعلى المستوى الإنساني ثمان سنوات كانت الإشكالية ليست في القضية ولإنما في من يحمل هذه القضية نحن صددنا سهام النقد للحكومة للسفارات اليمنية في الخارج للدبلوماسية بشكل عام أن أداءها ضعيف وهزيل وركيك لم تستطيع أن تعرف العالم بالقضية اليمنية اليوم نتمنى نتمنى لكن بشرط أن يعاد النظر في الخطاب السياسي والخطاب الدبلوماسي وأن يعاد النظر في الأشخاص الذين يديرون هذا الملف لأن هناك ثغرات كبيرة على المستوى الشخصي وعلى مستوى الخطاب على مستوى العولوية تستغلها جماعة الحوثي ونتفاقى أن المجتمع الخارجي بشقيها المدني والسياسي أصبح يسمع للحوثي أو يعرف القضية اليمنية من وجهة نظر الحوثي أكثر ما يعرفها من وجهة نظر اليمنين برغم أن اليمن تمتلك سفارات موجودة في الخارج من فيننا المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي شكرا جزيلا لك